يقول السائل هل التحذير من صاحب البدعة والأهواء والطوائف البدعية حتى لا ينخدع بهم عامة المسلمين من الغيبة المذمومة أفيدون جزاكم الله خير تحذير من أهل الضلال هذا واجب تحذير من الأخطاء في أمور الدين هذا واجب ونصيحة للمسلمين وليس فيه غيبة لأنه مقصود به النصيحة وليس المقصود به تنقص الشخص الغيبة إذا كان المقصود تنقص الشخص أما إذا كان المراد نصيحة المسلمين وبيان الخطأ للناس فهذا من النصيحة والدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم